يا قانون البصمة الوراثية تم اقراره على استعجال وقانون البصمة الوراثية اذا تكلمنا عنه بالتفصيل اذا كان البعض يدعي بانه هو يعني سيساهم باثبات او نفي النسب من خلال هذا القانون فاحنا عندنا محذورين المحذور الاول محذور شرعي الولد الفرش وعندنا محذور قانوني محذور القانوني بانه هناك حكم محكمة تمييز ينص صراحة لا يجوز الاخذ بالبصمة الوراثية لاثبات او نفي النسب حتى في الشرع اذا ردينا للشرع الان المجمع الفقهي اتفق بانه لا يجوز اثبات او نفي النسب الا من خلال قواعد الشرعية مو من خلال البصمة الوراثية هذا جانب الجانب الثالث الدستور حفظ خصوصية المواطنين الان انت لم تدش على طبيب وعندك حالة معينة ما اقدر انتش عقبك وقول عبدالوهابش فيه عندك خصوصية والطبيب امام قسم فما بالك بتفاصيل عن امراض وراثية عن غيرها عن جينات عن تسلم لشركات وفق القانون السابق شركات وبالتالي قد تستخدم الابتزاز السياسي قد تستخدم الابتزاز الاجتماعي قد تستخدم الابتزاز المالي في بعض الحالات وان كانت هناك عقوبة وهذا ما اكد عليه رئيس المجلس لما انطلع معك في اللقاء وقالها صراحة احنا اخطأنا في اقرار قانون البصمة الوراثية وهذا ما اكد عليه سمو الامير لاحقا مشكورا عندما وجه سمو رئيس مجلس وزراء بعادة النظر بهذا القانون وبالتالي قوانين تقر بهذه الطريقة لا يمكن القبول فيها من ناحية تشريعية يجب ان تكون القوانين المقرة بطريقة مناسبة تتلاءم مع حجم هذه المؤسسة